تحاصرهم الأزمات من كل اتجاه وتفتك بهم الأمراض والأوبئة المتفشية ويعيشون أوضاعا صحية مزرية في مديرية تعد الأشد بؤسا منذ بداية الحرب والحصار هنا في الوازعية ثاني أصغر مديريات تعز الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي للمحافظة يقتن العديد من السكان الذين عصفت بهم الحرب وضاعفت من تدهور أوضاعهم المعيشية مخاوف عديدة تسود سكان المديرية جراء تفشي حم الظنك والدفتيريا وسط وضع صحي مترد وانعدام شبه تام للخدمات الطبية بالرغم من وجود مركز لا يفي بالغرض نفتقر إلى خدمات أساسية لم تقعد هنا في المركز وكذلك نفتقر إلى أسرة في المركز وغرفة أولادة وكذلك نحن نعمل هنا متطوعين عمل إنساني يعني لا نلاقي أي مقابل غياب الإمكانات في المركز كان السبب الرئيس لتزايد الحالات المرضية إذ لا يستطيع استيعاب مرضى الحميات لضعف التشخيص كما يقول الأطباء ورغم أن المتطوعين يشكلون عصبا رئيسيا لمركز الشغيرة لكنهم في الوقت ذاته يشكون من غياب دعم الحكومة والمنظمات الدولية للمركز والكادر الطبي بعد مرور سنوات على تطوعهم يضطر السكان إلى التنقل لمناطق خارج المديرية للعلاج سيما مع تفشي حم الظنك والدفتيريا التي سجلت المديرية خلال هذا الشهر 12 حالة مصابة توفيت منها حالتان صعوبات كثيرة إذن يواجهها سكان الوازعية لإيقاف التفشي المتسارع للأمراض والأوبئة ومناشدات عديدة للحكومة للقيام بدورها في إنقاذ أبناء المديرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر